بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضرتكم حلقة جديدة واحد من الناس عارفين يعني ايه تحدي يعني انك تستعين بقدرات اضافية علشان تتحمل وتصبر يعني تمتلك الايمان بانك هتنتصر وان الهزيمة كلمة مرفوضة وغير مقبولة يعني تعيش جواك الصمود رغم اي الم او معناة او عذاب يعني تحاول تثبت نفسك انك تستحق تعيش وستمر وتحلم بالافضل دائما هنتظر منكم تبعتولي على صفحة البرنامج قصص التحدي اللي اشتوها او قصص التحدي اللي تعرفوها عن ناس قريبة منكم ابعتوا حكايتكم الانسانية الجميلة اللي مليانة صبر وامان علشان نقدمها فاحب من الناس ونحيي اصحابها ونضرب لهم تعظيم سلام ويلا بنا نبدأ حلقاتنا المعرض امشي على طول يا سيد احنا عايزين جماعة واحنا نبص مع بعض ونحن نبص مع بعض كده ونشوف يعني حد كده كون حاسين ان هو يعني برضو خلي بالكو المصريين عندهم تعفف احنا ناس متعففين يعني احنا ناس لا يعني تحسبهم اغنياء من التعفف احنا كلنا كده اتلاقي ان واحد يعني تعبان وظروفه تعبانة ومحتاج المساعدة ما بيقولش فاحنا برضو بقى لينا نظرة مع بعض كلنا ان شاء الله بيزن الله يعني يقول يخد بعض منك اللي جايك يخد بعض منك اللي جايك هيا يا مشين كده السلام عليكم امشي كده على طول لو سمعت ده اي ده في حدي من شاره هناك ده ولا اي ده طيب وقالك يوقفن عند الناس دول نزلني هدو نزلني هدو السلام عليكم السلام عليكم ازايكم انتوا رحين فين مهد الاورام امين عياني انت اسمك نادي سلام ده انادي طب ممكن نيجي هجنب كده بعد اسنوك انا اسف ماليش وقفتوك انتوا مشرين انا اسف ماليش تضل ايه الموضوع قوليلي هوا يا فاندم كان جاي من المدرجة بتاعته ايه حديدة خبطته في رجله فروحنا ودينا الدكتور وكده قالوا عنده خراج رانين في رجله فعملنا له عملية خده منه عينة من رجله قالوا ده عنده مرض خديش في العدم في رجله وروحنا به معد الاورام الحقيقة واستعجلونا وفتحوه ملف ودلوا علاج للألم والحمد لله رب طب انا اسف من السؤال ماليش حريقة تسألي ايه انا ثلاثة مش شغالي اه يعني تصف على علاج منين انا اول مرة جينا حددك والده انت عمو اه طب انت منين من بلد ايه من اسيود اه وهو السرطان اللي عنده في الرجلي هنا في الرجل وعرقتين وعرقتين ملتشر بطريقة فضيعة ملتشر على المرحلة هو اخر مرحلة عني في اخر مرحلة؟ اه هو سنو ادي ايه عنده خداشر سنو سلامتك يا حبيه الف سلامة وحددتك مين؟ والدي انتي امه؟ وانتي مين؟ انا عميك افضل ايه اللي حصل اللي حصل كان الله في المدرسة ووجع على رجلو احنا عنده الدكتور احنا من عصيور اه فالدكتور قال له ده خرج رانين بس احساب اللي هو خرج بس احنا حسبنا خرج طبيعي تاريخ خرج رانين اللي هو بعد عامك صلاة في العالم يعني الف سلام عليه طبعا وربنا او الف سلام طب انا ياسف من السؤال هل عندك القدرة المالية على الانفاق على علاجه يعني؟ لا على الله طيب بصوا انا عايز اقولوك حاجة احنا برنامج واحد من الناس واحنا الله يخلي الله يخلي واحنا بنمشي كده احنا انت عارفني انا بحبك وانت هتبقى كويس ان شاء الله في اذن الله ان شاء الله انت هتبقى كويس ان شاء الله هتبقى كويس يا حبيب احنا بنمشي كده وبننزل يعني فقلنا كده ننزل نلف في القايرة فشفنا الحالة واحنا الحقيقة بنوزع كده يعني ايه يعني هدايا بسيطة لمشاهد البرنامج يعني اسمحولي ان انا يعني اهديكم هداية بسيطة جدا 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 من البرنامج عشان علاجه ان شاء الله بازن الله احمدين زرفين كمان دول تلاتين الف جنيه دول مساهمة يعني او هداية من البرنامج عشان يقوم بالسلام ان شاء الله هديهم لك انت دول تلاتين الف جنيه دول هداية من برنامج واحد من الناس ومن فعيلين الخير معنا عشان ان شاء الله تتعالج بيهم ان شاء الله هتبقى كويس انت هتبقى كويس بس نقول ايه يا رب ان شاء الله اي حاجة انتوا عايزين تانية ان شاء الله تطمنوا عليه كمن اعلى الاعلى الله يخليك يالله اشكركم جدا جدا نشوفكم على خير حاضر اتفقى تصوير معك يا رب شكرا جزيلا سلام عليكم معنا السلامة زي ما شوفنا الحمد والله ربنا اكرمنا ده مريد طفل عنده سرطان في الرجل وفي الرئة وربنا اكرمنا يعني واهدناه من البرنامج تلاتين الف جنيه واجاي من السيد عشان يتعالج من السرطان وعمره 11 سنة ربنا يشفي يرفع عنه ويا رب ربنا يشفي كل مريد يا رب دايما السلام عليكم يا لامين اخ من الناس النائر ده واحد من عطاولة التمثيل ادواره دايما بتنديه ليه كاركترات خاصة جدا بيعملها بشكل متقن جدا وما فيش حد ممكن يشبهه بيبهرنها بشخصيات من لحمه ودمه ومشاع وفي كل عمل بيترك بصمة بتشاور عليه وعلى موهبته وبتقول أنا هنا رصيده تعدى المية وتسعين عمل ما بين تلفزيون وسينيما ومسرح التزامه أهم بند في قموس شخصيته إنسان رائع وفنان موهوب ودايما نعايش على مبادئ البساطة والرضا والقناعة معي ومعاكم النهاردة الفنان القدير فتوح أحمد بواحد من الناس الفنان فتوح أحمد من موليد محافظة القاهرة تخرج من المعهد العالي للفنون المصرحية وكانت بداية مسرته الفنية سنة 82 في أولى مسلسلاته الأظهر الشريف منارة الإسلام وتوالد بعدها أعماله ما بين السينما والمصرح والتلفزيون في السينما شارك بأدوار مميزة في عدة أفلام منها المتمرد، مصرع الذئاب، الرجل التالت، عايشين اللحظة وفي المصرح دايماً كان له طالة مختلفة على خشبته تقلق في مصرحيات، كروم بزبادي، وتكسب يا خيشة، وجوز ولوز، ودستور يا سيادنا ومن بين أعماله كلها كان للفنان فتوح أحمد نصيب الأسد في مشاركاته بالدراما التلفزيونية ومن أبرز أعماله باكيزة وزغلول، ليالي الحلمية، ذئاب الجبل، الوتد، مشوار امرأة، الستة أصيلة استكمل الفنان فتوح أحمد مشواره المميز مع الدراما وفي الماراثون الرمضاني الأخير شارك في مسلسل جات سليمة وتقلق في دور فتوح بالمسلسل اللي تصدر التريند جعفر العمدة يا أهلاً وسحنا لا يخليك يا دكتور ربنا أخليك وسعيد جداً موجودك معنا ربنا أخليك يا دكتور وأنت واحد من الناس ولادي البلد للأسرة اللي احنا بنحبهم وبنقدرهم ونحترمهم ربنا أخليك يا دكتور عم ربنا أخليك أنا عارفنا كنت بتحب التمثيل منو أنت في ابتدائي في مصرح المدرسة مظبوط منو أنا في ابتدائي يا ربنا كنا مدرسة في مصرحة دي ما اسمها الشيخ أحمد يا اسمها سيدا عمو تعال بس كانوا بيدلعوها بقولها الشيخ أحمد يعني فكاننا بنعمل حفلة كل سنة بنعمل تمثيلية كده يعني بسمينها تمثيلية يعني مصرحية وكان الحقيقة بيجي البطل بتاع المصرحية كنا بنجيب محترف يعني بيجي هو اللي بيمثل يعني فكان كل سنة البطل سواء الشخصية البطل راجل أو ست بتبقى نسرين لأنها نسرين ماتسلة نسرين كان بيتيجي من بره من الرأسة تانية لأنها كانت بنت النازل وبعدين إحنا انت عارف يا دكتور إحنا يعني متطاقة شعبية أنا من حتة اسمها عزب طبقان نجمع عمر بن العاص عند جمع عمر يعني مولود هناك يعني انت مولود في الصعيد ولا هنا؟ لا أنا أنا بلدي الصعيد أنا بلدي الصعام عشر اه سوهاج مركز اخميم بس أنا مولود في القائرة مولود في مصر القديمة يعني روحت الصعيد بروح الصعيد طبعا أهل هناك وناس هناك كلهم يعني فكانت المدرسةこう فترة ابتدائي دي بقى انت عارف ازيّ بتاعنا احنا tymدرسة كانت محترمة لنا زي خاص يعني اللي هي المرايل تيل ناديا الماريالة تيل ناديا دي الجميلة والشنطة تيل ناديا يعني يعني مطقمين يعم الاسرين بقى ايه ده ؟ ابيض ابيض شراب ابيض فلازم تبقى بطلة يعني واحنا بقى تيل ناديا انتفالك كانت لازم تبقى بطلة يعني اي حد يجي لازم هنا تبقى البطلة يعني كنا بنعمل كل سنة المسرحية دي وبعدين بقى اعدادي وفي سنة بقى الحكاية كانت بقى اتأكدت اكتر لان اللي جاء اخرج لنا الفنان الكبير المرحوم محمد يوسف شكل الله يرحمه هو بقى اللي قال لي قال انت لازم تكمل في التمثيل ما تكملش في حاجة تانية غير التمثيل طبعا صعيدة عندنا الله مش ضعب التمثيل ايه كم اخه وكم اخته عندك لا احنا الحمد لله يعني وترتيج بنهم ايه لا كانوا يعني هما يعني رغم انهم من زمان بس كان تحديد الناس لده شيء مهم جدا بالنسبة لنا احنا عشرة صبيان وبنت اه لا ما شاء الله باي اه يعني لا بحديدين يعني هما كانوا لمين الحكاية عشان تعارف برضو يعني عشرة صبيان وبنت الله يرحم يعني فاضل خمسة ستة الله يرحم انا اخواتي ولادهم ولاد ولادهم اه حوالي خمسة مية واصلين دلوقت خمسة مية او الله يعمل انا معرفش اسماءهم كلهم انا عرف اخواتي ولادهم انما اه ولادهم بقى متجوزين ومخلفين ولادهم ده في يعني انا كله الاقي مسلا واحد قد بتاعي يقولي يا جدي جدي وهو قد مني مرتين جدي انا جدي وفعل انت كنت بقى نمركام في الاخوات دول انا التاسع انت التاسع اه غريب اوي اخي انك انت كنت ممثل كده وبادق من صغرك صغرك وفي سانوي كنت موهوب وبعدين كنت ممثل اول جامعة القاهرة ولما جيت دخلت للمعهد سقط عن Convention اما دخلت اللي معنى الخفوة ناصراحية اول سنة انا وصلاح ابد الله عشان بسمت اه انا وصلاح ابد الله انا ايدت واخد مسل اول جامعة فما جينا عملنى الرحنا انا وصلاح نامتحن في مجد اطفل الناصرحية احنا اتنين سевичنا سيئتنا سيئتنا احنا الاتنين صلاح طبعا اا نفسيا الكسر وانا دخلت الجيش وبعدين قلت له ما عليش انا ايه هخلص جيش ام وهروح الكويت اشتغل محاسب وادرس في معهد الكويت كبالأسات ذا اللي هناك كلهم وكانت يعني انا مصمم اكمل السنة اللي سلطنا فيها كنا عملين مشاهدة كويسة قوي الله يرحمهم فاهم الخولي والشاكر الخضيري عملين مشاهدة كويسة قوي وسلطنا احنا الاتنين يعني السنة اللي رايح اهزر فيها رحت في عماد صاحبي ده عماد بدل ومروش دعب يعني هو ساب الحكاية يعني انه مصوت مرعب يعني كان ممثل اول جامعة برضو فقلتوله عدت عليه كنت انا رايح الجيش بقى واخد ددوم الجيش وراح طوله عماد تعالى هشوف المعهد الامتحان امتى فروح روشوف الامتحان امتى لقيت الامتحان النهاردة وانا نمرى خمسة ونمرى واحد دخل ازاي يعني فاجريت على شؤون الطلبة عشان ااجل امشي فيش تأجيل طبعا زحمة جدا يعني ايه عماد قال لي خلاص بقى هتجنن بقى هتجنن فرجعت قال الرجل بتاع شؤون الطلبة الساد صالح ربنا يديله الصحة لو كان عايش قلتوله طب طب بص لو مش هتأجلي هاتل انا عايز الفلوس قال لي فلوسي كنت ادافع ستة اجنيه ونص قال لي فلوسي امشي ما فيش قلت طب عموان الفلوس ان شاء الله هتجيبوا بيها دا ولعنيكو هاتلي الورق قال لي امشي الورق بعد ما اتخلص بعد ما النتيجة تطلق ببص في اللجنة بقى اللي بتمتحني اللي انا اسمي فيها يعني الله يرحمه كرم طوع كمال ياسين شاكر عبداللطيف الدكتور فوزي فاهمي زكري سميرة مع حفظ الالقاب كلهم اسد زيتي يعني حاجة مرعبة فاعماد قلتلو ايه قال لي خلاص بقى قلتلو طب ما انا الفلوس انا الفلوس راح ستة جنيه ونص راح قال لي طب هتعمل ايه قلتولو اعمل ايه هدخل اشوف الناس دي واتكلم معهم شخصيا انا عمري هشوف كلم متوعدة فين ولا كمال ياسين ادخل اتكلم مع الناس دي بفلوسي الله عزيزي المبدأ انا داخل كده يعني رحت داخل معي شانطة الجيش السلام عليكم عارف واحد داخل يا هزر بقى فقالولي راحوا كلهم بصين سلام الغريبة كلهم مع بعض كده قالولي وطولهم عماد بس بيساعدني برا بيساعدني يا استاذ عماد فضل داخل عماد هم بصوا كده قاعدوا يكلموني ايه وطولهم تجارة وبتا قاعدوا يكلموني بقى في تجارة والاقسام تجارة ومش عارف ايه كان اللي قابل مني بيدخل مفيش خمس دقائق ويطلع انا قاعد ويرغم معايا كتير قوي في حاجات تجارة اقسام ايه وبتاع وان عماله ايه عمال ايه كل ما ما ييجي اف ايه اقول اف ايه اف ايه ريز ال اف ايه اي حاجة يعني عايز اطول عايز اطول بالفلوس يعني في الاخر بقى قالولي طب حتضل لنا مشاهد ايه قالولي ايه يا ابن انت مش جايت بتاع انت مسيل قلتوله ما ايه جاي اتعلم تمثيل انما انا مهما مسلت هدايقكم انا جاي اتعلم اتعلم تمثيل طب يلا يلا بدأوا يستتقلون ايه محضر ايه قلتولهم محضر اه اورست في الزباب وجودة في الفخ مصحية الفخ دي صعيدي وانا كنت عملتها كتير فحفظها انت انا وعمال فشكرا عب لطيف ربنا ادي لي الصح قال لي وانت شايف نفسك اورست قلتوله هو يعني اه ارز ده جان بريمير طب قلتوله هو لازم يبقى عين خضرة ولا زرقة ولا زرقة ولا شعر اصفر عشان احب يعني يعني انا كده ما حبش يعني طب يلا يلا هتبدأ بيه قلتوله طبعا انا في اكاديمية هبدأ باللغة العربية والله العظيم يا دكتور انا طلعت اديت ضهر زي ما له ولفيت انا اول جملتين بس اللي حفظهم فقلت اقوله الجملتين وقف فقلت بعمل العمية حيطردوني فقلت اول جملتين الله يرحمه كامال ياسين راح موقفني قال لي تعرف تقول اليس كذلك بتلت طبعات صوت قلتوله تلت طبعات صوت ولا تلت كاركترات قال يعني اللي هتفهمها قال لي قول لي تعرف ورنيه بقى التوم ازاي ورنيه بقى التوم ازاي اليس كذلك اليس كذلك كذا طبع تصوت طب شكرا 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 وانا طالع الله يرحمه لأستاذ كامال ياسين قاعد على الحرف على الكرسي كده هموت يا دكتور وقل له انا ما عنديش وسطة لكن عندي اما الجملة اللي هي في رضة قلب في رضة قلب قلت لا ان انا واضح ان انا التقوي عليهم فممكن تبقى فيها قلة تعدد بقى واشتيمة وهنون يعني ومشيت وروحت الجيش وخلصت جيشي والدنيا والبتاع وخلاص معت دخل والدراسة دخلت وانا لسه مخلص جيشه وحضر ورقه عشان روح الكويت قابلني واحد اسمه سمير كان في التلفزيون في كان مقدم برضو قابلني عند الشرع الهرم على نصة الشرع بتاع اللي في المعهد يعني قال لي مبروك قلتول الله يبارك فيك الحمد لله هتاعمل لو طوله ابدا هعمل بقى بصبور هروح هبقى جيب الورق من الصور واعمل بصبور قال لي معقولة يعني هتسيب المعهد وتروح تسافر طوله معها ديه الدراسة بدأت قال لي معها طول مصرحية طوله معها طول مصرحية ده ما بيدخلهش غير عنده كوسة اللي ليه ظهر ما بتضربش على بطنه احنا غلابة ملناش المعهد انا روح ادرس بره بس هدرس قال لي طيب انت كنت جايب وسطة مين بقى قلت له انا مش جايب وسطة وانا ما قال لي ما انجحت ازاي قلت له انجحت فيها قال لي في المعهد والله العظيم قلت له انا انجحت في المعهد قال لي اه كان معاه اصحابي وكان يوم جمعة والمعهد في اخر الشارع جرينا النتيجة جنت لسه متعلقة على الباب الازازة يا دكتور عم نطينا من عصور دخلنا لقينا الكاشف متعلق واخدين 16 واحد بمكتوب بالقالة الكاتبة كده قال الله ارحموا بينهم واقل نور و جمال عبد النصر و عبد الوزير شلة كبيرة و رند اوض بتاع ونمرأ 17 مكتوب بالقلم الجاف فتوح احمد معهد ستاشر مكتوبين بالبتاع قلت رادة هم جايبين انا جيبلي العسن دوتشات العال دول هم اللي نجحوا يعني طلبة يعني شغلو زي بسألوني انت بتمثل سعيدي كويس او بتتكلم سعيدي كمان في البيت في البيت ما كنتش اتكلم الا مع اخواتي وبتاع ازاي يعني بتكلم ازاي سعيدي في البيت ما هو اه ما ينفعش لو انا اتكلمت في البيت بتكلمت اخواتي و ام و ابويا عادي كده هيستغرب و هيتحكوا يعني 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 خليها اكلم معا كده و قللي يعني كلمة صعيدي يعني لا با هو يعني انا ما اسألتك مثلا اول هدية جبتها لوالدتك ايه اول هدية جالولنا في المدرسة الشيخ احمد يا ولاد في حاجة اسمها عيد الام ايه يا استاذ عيد الام ده جال عيد الام ده عيد عالمي كل واحد يجيب لامة هدية طب يا استاذ هدية كل واحد وزوجة اختار هدية وهاتها لامك بكامل هدية يا حسب بامكانياتك انا كان معايا بليزة عشرة صغر حوشهم رحت واخد منهم طلعت ورد المدرسة و احنا ماشيين لجيت راجل معربية كروا وعلى التى راجل اللي هنقول لك ده صحيح بلاليس عسل بلاليس احجاب كبيرة و صغيرة لو جدي فلجيت بلاص زينك ده بستة ساقه و نص خدت بلاص العسل و رحت وديتها لامي ايه ده يا مدي قلت لها ده هدية عيد الام كل سنة انتو طيبة ايه عيني الام قلت لها ايه دي هدية ايه حطنا فردنا البلاص و كالتو قللي حسيت بايه بقى لما ربنا يا رازل عجبين انت فرح و انت تعريب انكم انت في سن الخمسين بص حسيت ان ربنا لازم تسلم امرك لربنا و ما تتحيالش على قضاء ربنا و لازم ترضى بلي ربنا بيدهولك انا ما اتجوزت مراتي لا هي عندها مشكلة في الخلفة ولا انا عندي مشكلة في الخلفة و رحنا الاكبر دكاترة الله رحمه نوري الشريف و ادنا يعني كذا دكتوره و قلت دكاترة بيقولك مفيش مشاكل مفيش مشاكل لا هنا ولا هنا فخلاص بس مفيش خلفة فقلت لها و عايز اقولك كمان رحنا ايطاليا يعني لفيت بقى و رحت الدكاترة دكاترة كبار و فياض و كل الدكاترة الكبيرة يعني الاسامة الكبيرة لدرجة ان الدكتور في ايطاليا قال مفيش حاجة احنا عملنا كل اقولنا نعمل طفل لانبيب فقال كل حاجة سليمة هو الاول قال انتوا ليه جاي انتوا مش محتاجين يعني قلنا له معليش عشان فكان الملحق العسكري مساعد الملحق صاحب محمد والي ده هناك في ايطاليا في روما يعني قالوا ده احسن دكتور في اوروبا بيعمل الحكاية دي فروحنا رحت روما عملنا البتاع فالدكتور بيسأله محمد بيقوله و ايه قاله كل شيء علميا تمام ناقص حاجة واحدة قاله ايه راح مش اقول له عالسقف ده الدكتور الطلياني و ما نفعتش خلاص بقى فقدت الامل خلاص بقى بس انت كنفسك طبعا عندك طفل اقول لك كنفسي في ايه الله العظيم انا ما اتكلم بالصدق جدا انا كنفسي عشان هي يا امراتي تبعد عني يعني ايه انت فين انت عايز حاجة تشغلها لانها انت عارف شاولتنا على طول عندي مصرح بصر عندنا التصوير عندي كذا يعني وهي لوحدها فكنت عايز حاجة يعني الخلفة فاقولت لها ما هو ممكن تتحايل وتجري يجي اه طفل معوق مشوك صحية يعني ارادة ربنا فربنا لما يريد لغاية ما جات اللحزة بقى اللي انت عارفت فيها انها هي حامل وانها هيك حتبقى اظن دي لحزة مش ممكن تنسى ايه اللحزة اللي انقذتني من ان انا انتهي يعني ليه بقى لان انا اخواتي انا كان يعني انا متولدت كان ابويا قاعد يعني راجل كبير وما بيشتغلش وقاعد ولم طبعا فكان اللي بيصف علي اخويا فتحي اخواتي يعني كلهم بس فتحي اكثرهم يعني ففتحي جاله كانسر كنت بجري وعالجه ووي 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 فتح دا كان حياتي اخويا كبير ولدرجة ان هو حتى لما كان هو كان اهلاوي انا اخواتي نصمها اللي هو نصمها زملكاوي وانت ايه انا زملكاوي فكان لما الزمالك بيتغلب الاهلي يكسب الزمالك مبزعلش قوي عشان فتحي فرحان فتح اخويا كبير اللي هو اللي صرف عليها لغاية ما خلصت جامعة ومعهد يعني جاله كانسر كبت وجرينا وبتاع مات فتحي الله يرحمه بعد رحلة علاج جامدة جدا ومراتي حامل شوف ربك بيوزن ازاي يعني موت فتح دا كان ممكن يخلينا انا خلاص اه خلاص بقى انتهت بالنسبة لي الحياة بجد يعني فتيجي ربك بيوزن اللي هي الحاجة اللي بقالها عشرين خمسة عشرين سنة مراتي حامل فرحا فشوف بقى قلت سبحان الله قلت لك سبحان الله دا ربنا بيوزن عشان اه انا اظن الدور دا انته عملته بعد كده في شاهين في الاية الحلمية انت برضو رزقت بطفل اه وانت سندك كبير ايو 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 هل قدر اقول ان شخصية شاهين في مسلسل الاية الحلمية دي كانت وش الساعدة كانت بداية الانطلاق بالنسبة لفتوح احمد مش بالنسبة لنا بالنسبة لكل اللي اشتغلوا في الاية الحلمية سواء نجوم كبارة او ما الصين اول مرة كل اللي اشتغل في الاية الحلمية ما هو دا المسلسل اللي هو عناصر نجاح مكتملة فيه اللي هو مخرد كبير مؤلف كبير الله يرحمهم كاست كبير فكل اللي عدة في الاية الحلمية استفاد ايه بقى ذكرياتك عن الحلمية بقى لا الحلمية دي دا احنا كنا اسرة بجد يعني كنا عيلة اشوف كام جزء يعني اه وكان زمان كنا بنصور كانت الحلقات بتتمنتج وتسافر على المطار فبنصور في استوديو الاهرام فطبعا مش شايفين قدامنا يعني وراجعين جايين من الحارة كده وماشي الفجر خلاص وماشي الاستاذ حسن يوسف وانا ماشي جانبه قلتوله انت ما صدقت يا استاذ حسن الماشي هدخل الشيلت الشنب قال ايه يا جماعة انا صارت من غير الشنب ورجعنا تاني بعد ما فركش ماشيين مروحين كل القص رجع تاني حط الشنب وصورنا شوف المسألة التعب وصل لايه ان لا 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 هو ولا احنا ولا الاخراج خد باله ان الشنب مش مقود خد باله ان الاستاذ حسن ده ركور اه طبعا بكون اه شخصية هتبقى فضيح يعني فلال الحلمية ده كان مسلسل جميل اوه ليه دايما كنت بتقول انك متشائم من مسلسل زئاب الجبل بص زئاب الجبل ده انا كنت بقول هيخلص علينا زئاب الجبل ده هيقضى علينا يا جماعة عايزين نغمس من ام المسلسل ده لانه هيخلص علينا الله يرحمه صلاح ابيل صور نص الدور ومات جاء عبدالله غيس ومات بس كان لسه برضو الدور مخلص مجدب عميرة خالته صفاء عامر عمته مش عارفين لغاية مواسرة ان الوادي السعوية اللي عامل ابن سامح انور الطفل ويعمل الميكروباس مات طب ده مسلسل تحبوا فقلتولهم المسلسل هيخلص علينا اقتلوا المسلسل ده قفلوه او ارموه واخدوا الفلوس اللي احنا خدناها بس نمشي بالمسلسل فكان تشاؤم غير عادي انه مسلسل فاشل هم حكتين الحقيقة اللي انا ما يعني خني ده طبعا عشان تشاؤم قلت هيفشل يعني والوتد الله يرحمه بس هل اعتبر زياب الجبل من اقوى المسلسلات اللي عبرت عن الصعيد ولا في غيره لا زياب الجبل طبعا من اقوى من اقوى انا مسلا بالنسبالي من المسلسلات الصعيدة اللي انا بحبها اوي انا عملت كتير مسلسلات صعيدة بس اكتر المسلسل انا بحبه انا ما كنتش في اسمه غواش اه بتاع صفاع ابو الصعود والله انحمه الفشاوي ونبيل الحلفاء والمعلى جنون ده اكتر مسلسل صعيدة انا حبيته انا يعني انما انا عملت حاجات مملكة الجبل ومش عارفة اوراق مصرية وابن ليل عملت صعيد كتير قوي زقاب الجبل كان عند الناس طبعا هو كان نمرة واحد لدرجة ان كان في الصعيد ما يبقى فيه جنازة ولا حاجة بالميكروفون بيقولوا الجنازة بعد صلاة بعد زقاب الجبل او الحضور بعد زقاب عارفين الناس مش هيروح او فبيقولوا الناس بعد زقاب الجبل طب فتوح انا هكتبل زاكرتك وحسألك فاكر اسمك كان ايه في مسلسل نجيب زاهي زركش نجيب زاهي زركش كان اسمك ايه في المسلسل علي ليه وعلي ليه وعلي مليش كان اسمك ايه بقى لا ده انا رحت عامر صورت يوم مأمون مأمون لا يا راجل اه كان اسمك مأمون مأمون هي الصعيدة بيسمه مأمون انا عارف لا 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 قصة انا رحت صورت يوم وكان عبد الرحيم كمال عبد الرحيم مصله قريبي والدكتور يحي قالوا لي انت عايزينك يوم هتصور معانا ضيفيا فانا طبعا عشان الدكتور يحي اما انا رئيس هي اجيبته عمل الف ليلة وليلة ليلة من الف ليلة واستجدع معايا فقلت اردله الجميلة يعني فروح تصورت اليوم ده طيب اسمك كان ايه في السيرة العشورية السيرة العشورية كنت فتوى اسمك كان ايه لا عطريس عطريس ايه عطريس عطريس انت مش فكر اسبق ادوارك لا ما قص كتير قوي لا يمكن طيب مسلسل حديث الصباح والمساء وده من اهم المسلسلات في تاريخ الدراما المصري اسمك كان ايه لا لا يمكن احمض اسمي لان كان المفترض الله ارحمه محسن زايد واحمد سعر قالولي ان انا بطل الجزء التاني وده كان حقيقي انا ظهرت في اخر حلقة وكان ده الكلام من محسن زايد نفسه الله ارحمه قال لي انت الجزء التاني البطل معرفش كنت زابط او حقيقي إبراهيم الاسوان ايوا كنت وماكملش الجزء التاني ايه العمل اللي انت عملته وتتمنى انك انت تعيده تاني اه عملين الحقيقة. مم. بنات زينب كان اخر مسلسلات نورة. وكفر عسكر. مم. اتمنى اعملهم تاني. مين من الفنانين الجداد اللي طلعوا النهاردة انت بتتباحهم وشايف لهم مستقبل كويس. لا كتير او. زي مين قولي خمسة. اقول لها خمسة. اه. لا دل اولا كاس تقشف عباقي كله. مصطفى قاطر وعلي ربيع اللي هما كالكوميديا يعني. اه. اه. بتوع مصر رحمصر. بتوع مصر رحمصر. اه. كاس تبتاع عسف عباقي. اغلبهم مصطفى كلهم دمهم خفيف وحمدي واوسوس وكلهم. ده بالنسبة للكوميدي انا بحب الا لا. كل المسيين قويسين او بصراحة. ايه اكتر دور انت بتعتز فيه بحياتك. بتقول ده من اهم الاضوار في حياتي. اه. هو انا فيه دور محدش يعرفه كنت عامل دور عمدة المصريين في المانيا في برة في مسلسل اسمه الحصان ده كان من احلى الادوار عمدة المصريين ده لان المسلسل ده كتب عليه المسلسل ده كان بيتكلم عن ايه في وقته هو اتزع هنا وتخطف بيتكلم على العيال الوادي المصري ده اللي هو في المانيا وفيه بقى عرب كتير من الاردن ومن العراق ومن كل البتاع والمصري ده هو الحاكم بتاع الناس دي وهو الكبير بتاعهم يعني وقد ايه الشباب دول متحدين اوي برة وفي اي مشكلة عند اي حد منهم كلهم واقفين مع بعض فكان بتكلم على ان الشعوب ممكن تلقي تليه ادوارك في المصرح قليلة يعني عملت في المصرح دستوريا سيادنا تكسب يخيشة جزولوز ليه مش كتير اعمالك في المصرح لا ده القطاع الخاص لا انا عملت في مصرح الدولة ده انا لال حلمية عملتها من مصرح الدولة مصرحية الاسسس الماوي القاتل خارج السجن لا انا عملت في مصرح الدولة كتير جدا مصرح كتير في مصرح الدولة بس للأسف للكراسي محدش شافه يعني عملت مصرحات كتير اه وادوار مهمة جدا نقاط بس للكراسي يعني انت ممكن تطلع الخشبة وتمثل وانت شايف ان المصرح فاضي ده كان المصرين بيلموا من بعد يجيبوا 3-4 تذاكر ضريبة عشان يوم يتحسب ما لما مسكت الرئيس الهيئة كانت مشكلة ان انا طول عمر بهاجم مصرح الدولة انا مصرح الدولة بقول ده هدار المالعام فقولي طب تعالى بقى هدار المالعام تعالى بقى ورينها هتعمل ايه فكان همي ان انا الممثل من غير جمهور ولا ليه ولا بيستمتع اه صحيح الممثل اولا ما بيخدش فلوس في مصرح الدولة فالمتعة بالنسبة للممثل ايه والمصرح ممثل المصرح ده هو الممثل الصح وممثل المصرح المصرح هو الممثل بيشحن طاقته وبيشحن حياته يعني بيشحز الهمم المصرح المصرح سيبك احنا الوقت في التلفزيون في السينما ممكن نغلط نعيد المصرح مبوش عادة فالمصرح تركيزه مهم جدا جدا يعني ليه بيطلقوا عليك لخب المجنون المجنون اه ممكن يكون مجنون بالفن مجنون بالفن يعني الفن جزء من لا بص يعني دايما الموهوب مجنون بالفن لا انا مؤمن بحاجة انا مؤمن بحاجة فلا يمكن اكون فيها مجنون انا مؤمن البني ادم لا تبقى منه الا السيرة ولا بيتقال ده كان ملياردير ولا بتقال نجم النجوم بتقال كالراجل جدع او كالراجل مش كويس ودي حياة اللي ماشي عليها والرضا والقناعة الرضا والقناعة دي دي حاجة الحمد لله دي نعمة من عند ربنا مش انا الجدع يعني وعند رضا لا ده ربنا مندهال يعني الرضا والقناعة ودي جاية من نشأة منطقة اللي انا تولدت فيها اللي عشت فيها مع الناس انا في الحتة عندنا كنت عشان اروح بالليل مثلا اصحابي في الجامعة بيوصلوني. كان في منطقتين يا وصلوني عند صلاح سالم عنده بالشعود. وامشي حتة جبيرة جدا. وتطلع بقى كلاب البلد كلاب رزلة قوي. فقال امه توب وافضل اضرب عشان اوصل البيت. اه يا اما يوصلوني قدام جباب جامعة عام. وخرم بقى في البيت بعد ثلاث دقايق. بس في شارط بقى. اعد من وسط المقابر. طب ما انت كنت بتحب تمشي وسط المقابر بالليت. مقابر النخال اه طبعا. ليه بقى بتحب تمشي ليه وسط المقابر. يعني انت بتحب تمشي وسط المقابر بالليل. بتحب جدا تغسل الموت. بحب لو. دي معلومات عندي يعني. بحب اكتر لو انا اه انزل. يعني لو في اي حد اه انزل تحت. انزل الطربة مع اللي بنتزله. يعني اشيل وانزل تحت. يمكن هي دي. اه ان انا كنت اه بحب بمشي موسط المقابر. هي دي اللي عملت عندي مناعة ان اه ولا تزعل على حاجة ولا تدق من حاجة ولا تدق نفسك ولا اي حاجة ليه. فعرفت ان الحكاية من صغر بقى. ان ده جماعة ده كله هنا هو. ده كله في الاخر رخامة. كله رايح. و بعد شو على فكرة الرخامة دي بتتشاله بتتريمه بتنقرض يعني. فالدنيا مش مش بستهل لا تزعل ولا تغضب ولا. ده ليه بتحب تغسل الموتة? مش بحب اغسل. اه. انا بتصادف يعني بتصادف ان انا ببقى حد اه يعني يعني مسلا الشعر مجد. اصل دي عايزة يعني. انا اشرف عباي. دي مرحلة ايمانية عالية الحقيقة ده اللي عايزة اقول. هي مرحلة ايمانية هي والله يعني عارف هي بتصادف كده. انما انا اه بحب انزل تحت. لانك ما بتنزل تحت. في ناس طبعا تخاف. المنظر مرعب تحت. مش مرعب. انما انت فجأة اخواتي واصحابي وبتاعة بنزل وفجأة بنحطهم وانه نحط رملة تحت بتاع ونرش رملة ونطلع وندفد. ايه ده? ده خلاص. ده خلاص ده احنا دفنا وحطينا رملة في احنا بقدينا ومشينا. وبتزعل قدي اسبوع شهر سنة ايا كان يعني. وبعد كده ناسها. وبعدين انا انا عادة وانا ماشي. المعد على مقابر احب اعود اعرى الفتحة لاموتنا يا. اه لكل اللي بيجي في بالي بقى. امي ابوي اخواتي اصحابي كل اللي بيجي في بالي. لقيت نفسي يا عمرو عمري مقرية الفتحة الجد وجدتي. انت مالك يعني ايه انا اخر امي ابوي اصحابي اللي انا عشرتهم. قلت الله طب ده احنا اخيرنا ولادنا. يعني يعني بعد كده احنا انضصلنا وروحنا. طب ايه التكالب وايه ازعل وايه اديك زومبه وافع ابيك زومبه. وازعل لمسلسل راح ومسلسل نجح ومسلسل ما يسقط ولا ينجح. قل لي حسيت انك انت اتظلمت او ما اخدتش حقك بالفن. اه ده كلام الناس. انت شعورك ايه. لا لا انا لا لا يمكن ابقى انا ربنا ما ديني رضا وانا ما حس بالظلم. مش حاس بالظلم خالص. انا حس ان انا تمام. والحمد الله وكان ممكن اه. ابقى احسن من كده بس اجيني حاجة اه وحشة او يعني. يعني فالحمد الله الساتر والصحة. هل المناصب الادارية ممكن تكون عطرتك. لا انا ممسكتش مناصب ادارية غرف اه. رئيس وهم حتى استغربوا. ان انا كنت ساعتها اروح قبل ما الموظفين يجو يفتحوا. اللي يفتحوا المكتب. يعني وبقيت مستغرف فهم لقوا واحد موظف في جد. رؤساء الهيئة اللي قبل مني واللي بعد مني بيقدونهم البسطة البيت. وممكن بالشهر ما بيروحوش. وزراحو بيروحو بعد الظهر. ما هو رئيس واكيل وزارة يعني. لا انا كانت المسألة بالنسبة لي. لا مدام قبلت. وحتى انا ما روحت وجامعت الموظفين. انا الى الان كل المناسبات اللي بيكلمني مديرين اللي كانوا معايا في الهيئة اللي انا كنت مطلع عينهم. ليه? لان هم حسوا ان انا ما ظلمتش حد. اكيد ظلمت. بس انا مش قاصل اظلم حد. قولي بتحس بايه لما بترى اه شائعة وفتك على السوشيال ميديا تكرر كتير. بقول مستعجلين على ايه يعني. يعني ما هو ما هو ما هو انا هموت هموت يعني. هو انا هعمر ما هو كلنا هنموت. انما مستعجلين على ايه يعني. انا عارف من هناك كمان لعيب كرة قوي جدا. انا كنت باعا لعب كرة جامد جدا يا عمرو. مركز ايه? اه انا انا عندي رباط صليبي الى الان رباط صليبي وعملت غضروف. انا كنت لعيب بغلاوي. غلاوي. اه مزاي بتوعزها مزاي للزمان يعني لا يعني يعني محبش هتغلب. محبش هتغلب خالص يعني. وكنت باعا لعب ثلاثة اربعة ساعات. في اليوم يعني. مين اعز صحابك في الوسط الفني? في الوسط الفني اه اه الحمد لله الناس كلنا بحبها وبتحبين يعني. انما اكسرهم مسلا احمد بديره على اساس ايه? احنا على اتصال على طول بعض. اه شلت الجامعة بقى اه صالح عبدالله وهاني رمزي وسليمان عيد والصوي والصيام. المجموعة بتاعت الجامعة. والمجموعة اللي قابلتها في الاحتراف كلهم يعني احنا اصحاب قوي يعني. لو قلتلك ايه فلسفتك في الحياة هتقول لي ايه? فلسفتي في الحياة. ما تفكرش في بكرة واعمل حسابك ان النهاردة اخر يوم بالنسبالك في الحياة. فاعمل بكرة انت هتموت فعلا يعني. فاعمل لاخرتك. اللي هو اخرك النهاردة. فحاول على قد ما تقدر. طبعا ده سنين طويلة قدام. فنانك يبيه فتوح احمد. انت جميل. وانسان رائع. وانسان صادق مع نفسك. وصعيد بجد. كلها تمناولك خير وسعادة. وانك تحقق نفسك اكتر. وتقدم لنا اعمال اجمل واجمل. ونستمتع بيها. نورتني وشرفتني فاحب الناس. ربنا خليك يا دكتور نشكر جدا. وانا بحييك على هذا البرنامج الجميل. واللي احلى حاجة فيه الحالات الانسانية والعمرات والحاجات الناس الغلابة. صدقني يعني. وبرضه انا حابب انك برضه مش مسودها او. بتجيب حاجات امل وبريقة امل وحاجة كده. لان الناس محتاجة مننا. ان احنا نقول لهم بكرة احسن. ولازم تفقلوا بالخير تجيزون. ان شاء الله. كم معاكم الفنان القدير فتوح احمد. واحد من الناس.